بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج نسأل الله سبحانه وتعالى الاكثار من دعاء الفرج لأن فيه فرجنا من كل هم وغم وضيق دعاء الخلاص للإمام موسى الكاظم عليه السلام ينفع لكل شيء يقول آية الله السيد فاطمي قدست روحه الزكية يقرأ هذا الدعاء للخلاص من الأعداء ومن الشدائد والبلاء تذكر حاجتك بعد كلمة خلصني سواء كان عدو أو سحر أو عين أو شدة عظيمة الدعاء هو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا مخلص الشجر من بين رمل وطئين وماء يا مخلص اللبن من بين فرث ودم ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم ويا مخلص النار من بين الحديد والحجر ويا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء خلصني تذكر حاجتك ثم تقول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هذا الدعاء من مجربات علمائنا الأعلام فاعمل عليه لقضاء حاجتك برنامج صباحات ولائية آمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام